اليوم استضفتنا جريدة بريس تيطوان واللي هي اول جريدة الكترونية بمدينة تيطوان استضفونا وكنشكرو الاستضافة ديالوم على اساس انهم يطرحوا لنا وحن مجموعات الاسئلة كين معانات اللي كي واجوها بعض الاخوان اللي كي مرسوا هوايات الصيد بالقصبة المعانات اولا وقبل كل شيء الاخوان احنا بسفتنا كممارسين هاد الهواية وكرائيس جمعية الصيد بالقصبة المعانات الاولى هي الاخوان كي يعانيوا بزاف ما ما تشيبك ما تصيد العشوائي الاخوان بعد ما كيهبطوا باش يسترحوا وبهاد الوباء اللي قدر الله سبحانه وتعالى لنا الانسان مخنوق مسجون اه الوقت اللي كي بغي يرتاح واحدة ساعات على الشواطئ ديالنا فاذا بهي كيهبط كي يلقاوح المجموعات شباك كين تورسان كين ذاك شباك تولاتية اللي كتجار اه كي لانصيباش يرتاح يقليس يرتاح فيما كي يجبط كي قطع فيما كي يجبط كي قطع فاذا بالشبكة كتلقاها على ثلاثين متر او اربعين متر وبالنسبة للممارس داد داد الرياضة كي لانصيبتان مياه 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 وعشرين مياه وعننا اخوان لكي مرسيو حتان مياه وستين مياه وسبعين متر باش كأنه على الله يحصل عليه على شي نتيجة تكون مرضية والمسافة القانونية الميل المسافة القانونية ثلاثة الاميال عندهم في الشاطئ والميل يعطينا الف وثمانمائة وثنين وخمسين متر اذا الميل يعطينا الف وثمانمائة وثنين وخمسين متر بعد من ناحية التطوان بدأها من هنا من بن يونس الى الجبهة ودخل حتى الريف ما حدث ولا حرج الشيبك موجودة في جميع الاماكن وحتى الناس ديال الداخل الناس ديال الموحيط او لو كي عانيوا بدأها من العريش وانت طالع طانجة العريش كل شي كي عاني كي عاني ماذا المسألة هذه لانه ولات واحد الوقاحة ولا واحد تصرف الغير اخلاقي وزيد كي مسألة اخرى هو هاد هاد الاقفاز اللي هي محرمة دوليا اقفاز اللي هي اقفاز بالشيبك هاده محرمة دوليا وكين محمية محمية في جهات الحسيمة كين واحد المحمية اللي كي عاملو شنو هاد الاقفاز كي عاملو واحد القافز اه على الشكل واحد المربع وعندو واحد درع هابطي لحتال الطرف دلماء الحوت اه الراحة البيولوجية ما كيناشي لان الاسماك من كتبغي تهبط ولد كتضرب مع ذاك الدرع ديال الشبكة كتبقى مش شماحتك تدخل في ذاك القافز ولا دخلت ما كتخر شي وكين واحد المجموعة اللي كي عمروا ذاك القافز بواحدة واحد النوع ديال متلا ديال السردين كي عجنوه كي حطوه تماما واحد النوع ديال الميخة كي دقتقوها ديال كانجريخ كي دقتقوه كي حطوه فوصدق الأقفاص باش هاد الاسماك كتبغي تقتمنو من اللي كتبغي ترعاك كتبغي تقتمنو كتدخل ما كتخرش اذا كي اخذوها بالبيوت ديالا بكل شي لهذا الراحة البيولوجية بصيفة نهائية ما عندنا اشي وكين مسألة اخرى مسألة اخرى هي هاد الصيد ديال تشانجيتي تشانجيتي ربما هاتو ما كتشوفوها في الاسواق ولا بحالي كان بيعوا البطاطا إلا طلعت مثلا نظروا على 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 تطوان إلا طلعت مثلا طرانكات هبطت المصدع الاسواق كاملة مملوقة عن آخرها بهذا الاسماك الصغيرة واللي الماكن اللي هو احسن ماكن عندنا احسن شاطئ للولادة والتصبيض هو شاطئ مارسي سيد عبسلم بكون فيها ذاك الواد المحلو وكين الرملة اللي هي كتساعدهم على الولادة وعلى التصبيض كي يجيو احنا عندنا احد المجموعة ديال القوارب المطاطا اللي كيدخلوه وكيحلقو وكيجمعو ذاك ذاك تشانجيتي يالله كيتفق وكيجمعو الملايير الملايير دا 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 الاسماك الصغيرة اه كل كيلو ربما يقدر يعطينا حتى خمسة او عشرة تصنادق الى خلينا هي كبر هذا هو المشكلة لك يعنيو منو الاخوان وكين مسألة مسألة الرخاص كنا قلسنا مع السيد المندوب سيمستاف الفيرداوس نقصنا مع الموضوع ديال الرخاص لاننا كانوا موقفين الحمد لله دابا كان بغي نقول الاخوان ان الرخاص طلقو واللي بغي يخرج الرخصة دياله مثلا انه يمشي دفع نهار اثنين ويستلم ان شاء الله الله الكريم يوم الخمس او الجمعة